الخبر اول اللي عادنا عن نورمار والمفاجأات النارية اللي مجهزها فالنورمار نزعل حسبها بالإنستجرام شوية ستوريات وبهذه الستوريات شاند يعلمي خلالها انه يوم الثلاثة راح ينزل مقطع لقناته باليوتيوب راح ينبيع عن العضو الجديد اللي راح يدخل الفريق وحسب ما قال راح تكون عراقية طبعا الأغلب متوقعنا راح تكون القبر الطاي اكتبوا بالكومنتات هتوقعون راح تكون القبر الطاي واكتبوا انها راح تفرحون او تزعلون بهذا الشي وبالإضافية حبايب نزلوا شوية ستوريات صار يقول بيها انه ان شاء الله بمفاجأة نارية راح تكون بالأيام البعدها اللي شانتوقعون راح تكون هي راح تكون لستوريات شوفوها هاي كيف كن؟ حابا اخبركم انه يوم الثلاثة ان شاء الله في فيديو مع العضوة الجديدة ومنين تتوقعو هي؟ منين؟ هل هي من العراق؟ ام من العراق؟ ام من العراق؟ خليكن حابين تشوفوا شيء انتوا بالقناة حابين تشوفوا شيء اكتبوا لي بهذا السندوق اللي حابين تشوفوا بالقناة اذا كان تحدى واي شيء اوه في سيارة وراي راح زجي ان شاء الله فيديو يوم الثلاثة راح يكون وفيديو لا يوم الجمعة لا يوم السبت هو على المفاجأ وفيديو المفاجأ يوم الثانيين خليكم جاهزين ولكن الصدمة يا حبايب اللي شارت هي ربق مرطاعة لهذا الموضوع اللي هي تنكر انضمامها ورجعتها للفريق ونوعا ما صارت تقول انه مرقص طاني انه طلع هذه الاشاعات عمو دوعا ما يستغل اسمها تشبير عمو يضرب المقطع مالته طبعا هي قمرطاعة حاليا الغايبة عن السوشال ميديا صار لها ست يوم ولكن مجرد قاعدت تنزل على حسابها بالتليجرام ولي كتبت يا حبايب حبايب يعني ما اتخذتها القرار بخصوص السوشال ميديا انضمام او رجوع او هالسوالف ولا راح تلي المستشفى مثل ما يقولون البعض انا خذتت بريكلين دا اجهز لكم مفاجأات يعني هي حالين دا اجهز لنا مفاجأة نارية ورح ترجع اليوتيوب بشكل كوش قوي هي والتيك توك والانستجرام وان شاء الله بعد ما رح تقطع فالاشاعات كلها هي اشاعات لصدقوها لان ما هي قائلتها فاذا يعني يا حباب ان هي ترفض بشكل قاطع ان هي رح ترجع الفريق نور مار ليس في يا حبايب بشكل او كالشي صاير بيناتهم اكو انكتب لحبابكم التاشريكم في هذا الخبر وانتقل حاليا لانور مار يا حبايب واخيرا رجع على الفولو وبس شكرا في هذه المقابلة من القصص أحبكم و مع السلامة